مرحبا بكم بنات في فيديو جديد اليوم راح نبدأ السلسلة تعنا الجديدة للكومراني راح نديرها بمجرد ما ننتقل لدولة قطر الحق لدولة قطر اللي راح نتابعيني في الشورت واللي تابعوا ثاني فيديوهاتي اطوال في اليوتيوب راحكم شفتو طرق انا عندي هنا في الثيام مبدئيا حبيت نشارك معاكم كل حاجة التجارب بتاعي الحياة كيفاشان نجوزها كل يوم اول في الثيام بالنسبة لي كانوا شوية متعبين وشوية ما زال حد الان ما فهمتش البلاد ولكن نقدر نبدأ مفيدكم وش حسيت وش شفت مع انه في الثيام مش قلال للناس اللي حابة تهاجر للناس اللي حابة تبدل البلاد الخليج انا قلت وعاوت من الاختيارات ولا من المناسبين للجزائرين المغاربة وتوانسا وبالفعل من اللي وصلت القطر مراني نتلاقى بزاف مع توانسا ومراركا في يعني هذ الدولة بينسيخ كيهن المصريين ولكن الشيس جوز حبيت نركز على دول المغاربة اللي ما يعرفنيش بينسيخ انا صابرينا وندير فيديوهات على الموضة وفيديوهات تهم يعني البنات والناس على هكا اشتركوا في القناة قطر كيما على بلكم واحدة من اجمل دول الخليج وبالفعل دولة الشابة بزاف من قيام نظمة مرتبة الليكس باختو تقريبا فكرتني بالامارات بدبي وابوظبي دولة متطورة من نظمة كلش كاين المواكل من قاعدوا للعالم كاين لي ما اختار الحوايج من قاعدوا للعالم كاين اول حاجة لاحظتها في قطر انها دولة غالية بزاف يعني اذا انا حبيت نشري الحوايج حقيقة نبريفيري نشري الحوايج مطاليان ومبعد نجي الهنايا نجي بهم معايا لانه السعر غالي بزاف فعلا الرواتب يعني على حساب ما نظن انه عالية يعني مستوى دخل الفرض المعروف انه قطر هي اعلى رواتب في العالم يمكن على هكذا الحوايج وكلش غالي ولكن بما انه انا عندي possibility تعال نقدر نشري من اوروبا نو 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 نشري من اوروبا لانه مثلا ماسيمو دوتي هذيك الامارت اللي انا نحبها اكثر حاجة زايدة تقريبا بخمسين بالمئة اذا مش اكثر وهذا مبلغ يعني ما رحش قليل صراحة يعني اذا انا باش نشري حوايج قيمتهم 150 اورو رح ندفع في نفس القيمة 300 اورو في دولة قرطر لونك اذا كنتوا عندكم possibility باش تشيروا ملابس خارج دولة قطر هذي مسوالح لديرهم في بلكم واش لاحظت انه الناس ملاح الناس بسيطين والبلد منظمة وفارغة يعني مايش معمرة بزيط وكاش لغاشي وتكرهي من الاصوات وقاح كما دول اخرى في الخليج يعني الدولة هادئة وهذه حاجة ايجابية بزاف وتسمح لتكوين عائلات وتربية اصر يعني حسيت هذه البلاد مناسبة بزاف 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 للعائلات عكس مثلا الامارات اكيد فيها العائلات واكيد الناس عايشة هناك ومرتاحة ولكن الامارات فيها حياة بزاف لسه ناقل يعني الناس اللي ما عندهم مش بارتنر ولكن قاطر حسيت انها اكثر دولة مناسبة للعائلات وانا شخصيا اذا اموري ان شاء الله يعني اتيسرت وكذا ممكن نستقر في هذا البلد لانه فعلا حبيتها حبيتها وروحها ايجابية وبلد صح شابة البنات حقيقة شابة ومنظمة ومرتبة فرص العمل بديت نشوف ابي بري كاين الخدمة لانه تقريبا قطر فيها 0.01 بطالة يعني من الدول اللي مستحيل ما تلقيش فيها الخدمة ولكن ضروري انك تحوسي على خدمات الرواتب بتاحهم مناسبة اذا ما كنتيش مع العائلة تاعك لكنت مضطرة تكريد دار ولا لانه راتب 6000 ريال ما نظن شي كفيه صعيب باش تعيب شي به لانه غالية كي روحت نقضي ونشري اصوالح من سوبيع مخشي اتصدمت بالاسعار يعني حتى الماكلة غالية فعلا كل حاجة متوفرة يعني من الحاجات الاجنبية للحاجات يعني العربية مثلا المراعي وهذا الصوالح ليه واختحهم بنيني توسا لقيتهم متوفرين المنتجات العربية ارخص اما المنتجات الاوروبية اللي هي مستوردة بطبيعة الحال اغلى انا حوزت على المنتجات الايطالية لقيت المنتجات اللي نحتاجهم وكين هنا يعني مطعم شغر مطعم حانوت ايطالي واسمه ايطالي في هلي بخوت في ايطاليا اللي انا نحب نشري منهم بالصح الاسعار تعوبية ايطاليا هذه حاجة بينها ولكن كما قلت لكم دخل الفرد اعلى من ايطاليا وبالتالي اوتوماتيك مو يمكن الحياة اغلى ولكن الناس اللي حابة توفر لي يعني دايرة قطر مجرد مرحلة في حياتها ضروري انها توفر دراهم يلزم تلقاوا اماكن اخرى انكم تشيرو جربت عند المونو بري هذي الماركة كانت موجودة في الجزائر المونو بري الاسعار تعاليا كان بنات وناس قالوا لي جرب بمحلات اخرى لولو ماركت ولم على بلش بغل المونو ما زال ما جربت والو وينا راني قاعدة راني قاعدة شوية خارجة يعني على الدوحة في لوزايل المنطقة جديدة تحم في ما كان مزاف شباب المنظر تعالى 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 ما شفت لكم مريت لكم يعني شباب بزاف على البحر مريحة البلاد حقيقة عندي ثلثية مراني مريحة لها يعني مقارنة مع كيفاش كنت في غانا وهناي لا 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 رحمة ربي طبعا الخليج من دول الخليج كامل دول متطورة بزاف وانا دايما نشهد لهم بالتطور صراحة دايرين عمل جبار في بلادهم وهذا منص والح يعني لي يحترموا عليها العقوبة لدول شمال افريقيا انها توصل لهذا التطور لانه صدقوني اذا جينا نشوفوا تطور الدول وتنظيمها احسن من اوروبا ولكن طبعا كحيات وكذا انا طبعا نفضل اوروبا ولكن الخليج وقطر دولة قطر عندها ايجابيات بزاف بزاف شابة صراحة وريحت لها من الثالث يوم وريحت لها بزاف بزاف يعني اذا راكم حابين تفكروا بدولة قطر كويجها مثلا الاستقرار والعمل هي ودولة الامارات انا صراحة ننصحكم ولكن صبروا معايا بالعقل بالعقل كنروح نبدأ نحوز خدمة نبدأ نروح ندير لي زان تخيتيان ونقولكم حاجة اخيرة لاحظها قبل ما نخدم الفيديو انه اللغة الانجليزية هنا مش مطلبة مثلا في الامارات مستحيل يخدموك اذا ما كنتيش تهدري اللغة الانجليزية ولكن هنا نروح لكاذا بلاصا نلقى مثلا اللي يدير لي شاعري متهدرش لغة الانجليزية وهذه حاجة غريبة مثلا عليا في الامارات من عمرها مصران رحت للم اماكن اخرى لقيت الناس ما يهدروش الانجليزية يعني الانجليزية ممكن يخدموك بلا لغة انجليزية تخيلي والناس هدو ما يهدرش من بالعربية يعني روسيات او من كازاكستان يعني اللغة الروسية تخيلوا يعني على هكا فكروا في قطر ممكن تكون وجهة مليحة بزات اشتركوا في القناة ونشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات الجاية سلام